أهلا بحضراتكم نجم الليلة في المجري هو واحد من أبناء النادي الأهلي والناشئين والمخلصين وحط تحت المخلصين دي حط كذا خط لأن فعلا اللاعب ده والمدرب ده مخلص النادي الأهلي يطلب منه أي حاجة أو يحتاج أي حاجة على طول بيسيب اللي غراره لقدامه بيقول النادي الأهلي أنا تحت أمرك هو ده قيمة النادي الأهلي وده مكانه على طول أول ما بيقوله لو فاقي حتة في العالم احنا عاوزينك حاضر من عناية وبيرجع يعني ده عنده النادي الأهلي رقم واحد وطبعا في النجمنا ده لعب وهو في الناشئين تربع المبادئ والموصل بتاعت النادي الأهلي وبعد كده بقى مدير فني وهو لعب أصلا لعب فاز ببطولة الأمم الأفريقية 98 مع الجنرال المرحوم العظيم الكابتن جواري ووصل كمان لعب لومبل جيمز في برشلونة يعني نجمنا ده عنده انسيرة بتاعته الزاتية حاجة حدث ولا حراج نجمنا بدأ مسيرته داخل القلعة الحمراء سنة 89 حوالي تقريبا عشر سنين مع النادي الأهلي حقق خلالهم ستة ألقاب دوري ستة ألقاب دوري واربعة كاس مصر ولقب كأس الكؤوس الإفريقية وبطولة الأندية العربية لأبطال الدوري ولقبين في السوبر العربي ورقب في البطولة العربية الأندية اللي هو النادي الأهلي فاز ببطولة الكؤوس كمان حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية زي ما قلت لكم مع المنتخب في بوركينا فاسو سنة 98 كلكم تفتكروا كابتن جهر لما قال إحنا هنطلع الخامس أو السادس أو السابع لكن اللعيبة والمدير الفني كان رجالة واستحملوا عيشة هناك وحققوا فيها نتيجة عظيمة جدا وفراحوا الشعب المصري في التدريب بعد ما وطل بدأ في التدريب بدأ مشوار طويل أو في التدريب بتاعه من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي طبعا ثم مدرب مساعد مع حسام البدري ومانويل جوزي ده الكلام ده في الفريق الأول وليه إحنا بنقول مخلص مخلص عشان لو طلب منه أي وقت هو بيطلب منه وقول لك حط تحت مخلص دي خطين ثلاثة عشان دي مهمة جدا ونتكلم معه فيها وبعد كده نجمنا في تولى مسئولية الرجل الأول والجلوس على مقعد المدير الفني للنادي الأهلي كلكم عارفين طبعا المدير الفني للنادي الأهلي بيعمل إزاي هذا المنصب حقق يعني في بودير فني للنادي الأهلي حقق أعظم بطلتين مع النادي الأهلي دورة أبطال أفريقيا سنة 2013 والسوبر الأفريقي سنة 2014 نجمنا حقق حاجات كتيرة جدا وزي ما قلت لكم ولما الأهلي قالوا شكرا الرجل مشي في هدوء وبالراحة ومعملش مشكلة أكتر من تجربة عملها نجمنا ولما الأهلي احتاجوا ليه بقول لكم المخلص لما الأهلي احتاجوا تاني في منصب الرجل التاني وهنا هتوقف في الحتة دي بالذات لما بيقولك لما يبقى واحد بيشتغل المدير الفني في لأي نادي خاصة ده النادي الأهلي لما نتكلم عن نادي القرن نادي يعني ما فيش بعد كده اشتغل مدير فني وحقها البطلات اللي أنا قلت لكم عليها دي خلاص يقولك أنا ما اشتغلتش بقى رجل تاني ولا اروح اشتغل في دورة أقل من الدورة بتاع الدرجة الأولى الممتاز بالعكس ده رحب بالنادي الأهلي وإذا قالك نداء النادي الأهلي مع إنه كان قبل كده الرجل الأول زي ما قلت لكم بس بقول لكم هو المخلص وما عندوش أي بقى عقد ولا كلاكيع في أي شيء هو عاوز يخدم بناد الأهلي في أي صورة من الصور عشان كده كده أنت عرفتوه مش كده ترجمة نانسي قنقر